يقف حزب العدالة والتنمية في تركيا عاجزا أمام استقالات أعضائه وتوجههم لأحزاب جديدة فالقفز من سفينة أردغان يستمر مع تراجع عدد أعضاء الحزب الحاكم بنحو 57 ألف شخص في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر بينما تراجع إجمالي عدد أعضاء الحزب بنحو 114 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وعلى الصعيد الآخر اكتسب حزب الشعب الجمهوري والخير أكثر من 30 ألف عدو جديد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة أسباب كثيرة تدفع أعضاء الحزب للتشكيك في حكم العدالة والتنمية لتركيا لمدة 17 عاما منها الأزمة الاقتصادية وحالات الانتحار بسبب الفقر والنظام التعليمي المنهار والفساد والفشل الكبير في السياسة الخارجية واللغة المفرقة المستخدمة في هذا الصياق أعلن ثلاثة رؤساء مقاطعات تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم عن استقالتهم من الحزب الذي يترأسه أردوغان وطيرة استقالة الأعضاء من صفوف الحزب تسارعت عقب انشقاق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أغلو في سبتمبر الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابجان في يوليو الماضي من الحزب وأعلن تأسيس حزبين سياسيين معارضين لأردوغان وقبل أيام أعلن داود أغلو تأسيس حزبه السياسي الجديد باسم المستقبل وكان علي بابجان أعلن أن حزبه الجديد سيظهر على الساحة مطلع عام 2020 القادم ويتواصل الجدل والنقاش بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية بسبب القوة التأثيرية لكل من المشقين أغلو بابجان وكشفت وسائل الإعلام أن بعض القادة بالحزب قالوا أن الانتقادات الموجهة للحزب مصدرها وزير المالية والخزانة بيرات البيرق صهر أردوغان والذي يحمله مسؤولية ظهور الشلالية في الحزب